السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية قضت السينافية مكناسا الاسبوع الماضي باحالة الام المتورطة في قتل طفليها بمنطقة وسلانة على مستشفى ابن الحسن للامراض العقلية والنفسية وحسب مصادر محلية فان الحالة النفسية للام بعد الجريمة وبعد عرضها على طبيب نفسي اكدت خبرته مرضها العقل وانعذام مسئوليتها الجنائية لحظة ارتكاب الجريمة وتقرر احالتها على مستشفى الامراض العقلية تجدر الاشارة الى ان الام المتزوجة بعسكري قامت قبل اشهر وهي في حالة هيجان برمي طفليها البالغين من العمر على التولي اربع سنوات وستة اشهر من اعلى سطح منزل الاسرة ما تسبب في مصرعهما قبل ان ترقي بجسدها ما خلف اصابتها بجروح وقسور جد خطيرة شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان